اشتركوا في القناة وقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب السلام الله عليكم ورحمته وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأخوة المؤمنون فنعود بعد توقف بسبب الإجازة وشهر رمضان أسأل الله أن نكون ممن تقبل منه شهر رمضان صيامًا وقيامًا وغف قليلية القدر فغفر له ما تقدم من ذنبه أيها الأحبة نعود مرة أخرى والأمة كما ترون تعيش في هذه الفتن المتلاحقة نعود وما حولنا من بلدان تغلي بفتنها التي تدع الحليم حيرانا أولم يروا أننا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولها نعم يتخطف الناس من حولنا أخبار القتل والتدمير والفتن تتلاحق وتزداد ولكننا لا نيأس من روح الله والمبشرات والحمد لله كثيرةٌ جدًّا واندحار الظالمين نراهم بين فينةٍ وأخرى مع تساقطهم واحدًا تلو الآخر ولكننا أيها الأحبة من أجل أن نحمي أنفسنا في الفتن وأن نحمي بلادنا وأهلنا وأموالنا أن نفر إلى الله ومن الفرار إلى الله الفرار إلى كتابه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة تركتكم على البيضاء ليلها نكن هارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك نعم أيها الأحبة أن نجاتوا بالكتاب والسنة وعند الفتن أوصان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أوصان بالعبادة العبادة في الهرج كهجرةٍ إلي والهرج هو القتل وأنتم ترون القتل الآن في كثير من بلاد المسلمين أصبحت الأرقام بالعشرات وكأنها لا تؤثر فينا مع أن دمى كل مسلم بغير حق فهو حرام وحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أوصى أصحابه فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك فإن هذا الدرس ومن دروس السنة يدخل والحمد الله عامه الخامس مع مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري نقف مع سنة نبي صلى الله عليه وسلم والسنة كلها سنة وليست العبرة بمقدار ما أخذنا من الأحاديث وإنما العبرة كيف نقف وكيف نستفيد ولذلك تلحظون أنني في هذه الدروس لا نأخذ إلا حديثا أو حديثين كان بالإمكان لو أردنا النهاية أن نأخذ إلى خمسة أحاديث أو أكثر لكن ليست العبرة بالكم العبرة بالكيف ولذلك نحاول أن نعطي كل حديث حقه من البيان والشرح والإيضاح وما يخصنا من التطبيق العملي لأن هذا هو العبرة والعلم أيها الأخوة في الفتن نجاة وسراج ونور وأعظم العلم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسنة شارحة للقرآن ولهذا نبدأ هذا اليوم هذه الدروس لهذا العام الدراسي 32 و33 ونأخذ بعض الأحاديث التي يناسب المقام وأخذها بل هو في الحقيقة حديث واحد مكمن لحديث سابق ومن أجل أن نربط بين الحديثين نظرا للفاصل الطويل لعل أخي الدكتور عبد الله يقرأ هذين الحديثين فليستعم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم أعفر لنا ولشيخنا أجمعين باب من الإيمان وحسن الجوار وإكرام الضيف عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت فلا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة من لا يأمن جاره بالرفع بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث متم للحديث السابق حديث بشريح الخزاعي الذي قرأه لحبد الله ومن كان ليؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره إلى آخر الحديث واليوم هو حديث وقفتنا وقد أخذنا الحديث السابق حديث أبي شريح مفصلا مبينا واليوم وقفتنا مع هذا الحديث لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه اضبطوها برفع ينقلب المعنى تماما إذا قلنا جاره وإنما ينضبط برفع الجار ونصب البوائق لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره فاعل بوائقه مفعول به هذا الحديث القصير بحروفه عظيم جدا أيها الأخوة وهو من جوامع الكلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم وبين أنه فضل على النبيين بخمس وفي حديث آخر بست وكل أحاديث صحيحة منها وأعطيت جوامع الكلم جوامع الكلم هو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودة ومعانيها عظيمة كما في هذا الحديث مع أننا سنقف بقرابة ساعة إلى أذان العشاء لا ندري هل نتمكن من إكماله أو لا فهو كلام بأحرفه قصير وبكلماته لكن معانيه عظيمة عندما يأتيه أحد الصحابة يقول له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك في حديث سفيان بن عبد الله وفي رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي عليه درسا طويلا لأنه قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك يعني أعطني كلاما جامعا مانعا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استغل يأتيه صحابي ويقول له يا رسول الله أوصني هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أشياء كثيرة أبدا قال له لا تغذب قال أوصني قال لا تغذب صحابي ينتظر أشياء فنسو عليه وسلم يكرر عليه لا تغذب فقط طبعا في بعض الأحاديث تكون طويلة على حسب مقتضى الحال ولكن الأحاديث الطويلة هي الأقل والأحاديث القصيرة التي من جوامع الكلم هي الأكثر مثل هذا الحديث هذا الحديث أيها الأخوة يبين كمال الشريعة كما سترون كيف سنأخذ بعد قليل بإذن الله عددا من الأحاديث التي توصي بالجار كما مر معنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وهنا لا يدخل الجنة لاحظوا حرمان من الجنة من لا يأمن جاره بوائقة وفي رواية أخرى لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن ثلاث مرات من لا يأمن جاره بوائقة ويستمر التوصية بالجار كما سيأتي حتى في حديث جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أو لا يورثنه بلي ألفاظ في الحديث من وصية الجار كاد يدخل في داخل ليس البيت فقط من الورثة والورثة هم أقرب الناس إلى الإنسان وهذا معنى عظيم جدا وهو حديث صحيح بل في حديث أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة مرقة فزدها ماء ما قال زدها مرقة فزدها ماء وتعاهد جيرانك القريبين منك وفي الحديث أبي هريرة يا نساء المسلمين أو المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات ظل أو ظل عشات يعني شيء يسير لأن بعض الناس يقول إذا ما كانت الهدية كبيرة فإذا أهدي لجاري يعني بعض الناس يقولوا عاني من أهلي أقول لهم أعطم الجار أي شيء يقول لا نستحي إذا ما كانت طبخة كبيرة أو فيها لحم أو فيها حلاء أو غير ذلك لا وأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث يقول لها بذر فليزد ماءها مرقا فليزد مرقتها ماءا حتى ما نكلف عليه شيء وفعلا واضح يقول أحد الأخوة كنت في مكة فبجواري أخ من المغرب طالب علم فأرسل لي مرقة قال مغربية مرقة عادية ما فيها شيء يقول بقيت والقصة لها قرابة عشرين سنة أتعاهد هذا الجار وأسأل عنه وعن حانه بسبب هذه المرقة لأن جوار مكة أحيانا لا يطول كما تعلمون وهم ليس أيضا جيران على المدى جيران مناسبة رمضان أو الصيف أو غير ذلك فإذن أقول شريعة لأنني لم أدخل الحديث بعد هذه مقدمة شريعة عنيت بالجار إلى هذا الحد هل يمكن أن توم إلى شيئا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وفي حديث الصحيح أنا بالدرداء يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله طيب إذا كانت هذه الشريعة بكمالها وحكمتها ووفائها وشمولها ما بال بعض أبناء المسلمين يشعرون بالهزيمة من هذا الدين ويبحثون عند الغرب حلولا لإصلاح أوضاعهم هذه هزيمة للعياذ بالله وقد تصل عند البعض إلى الكفر كما ذكر العلام الشيخ محمد بن مراهيم رحمه الله من فضل شريعة الغرب على شريعة الله أو سوا بينهما أو قال إن شريعة الأسلام ناقصة وتحتاج إلى إكمال فقد كفر هذه من المكفرات والعياذ إذن يقتضي مننا هذا أن نعتز بهذه الشريعة وأن نفخر بهذه الشريعة بكمالها وشمولها لأن هناك ناس الآن يريدون أن يخرجوا بلادنا من التحاكم إلى شرع الله جل وعلا إلى القوانين الوضعية هناك من يطالبون الآن بكليات يسمون كليات الحقوق أو كليات الأنظمة تدرجاً يبدأون بأنظمة قد لا يكون عليها محذور شرعي أول الأمر ثم شيئاً فشيئاً حتى يأتوا بأنظمة الغرب والدليل على ذلك أن بعض أبنائنا الآن يذهبون يدرسون في كليات الحقوق أو الأنظمة في الغرب هل تتوقعون أنهم في الغرب سيدرسون الشريعة؟ سيدرسون أنظمة الغرب؟ زبالة الغرب من الأنظمة الكافرة ثم يأتون يدرسون أبنائنا في مثل هذه الكليات ماذا تتوقعون أن يتخرج أبنائهم؟ شيئاً فشيئاً وتزاحم هذه الكليات مواد الشريعة وأقسام الشريعة ثم بعد ذلك يحدث ما يحدث كما حدث في بلاد أخرى هذا بلاء ابتليت به الأمة هيوها الأخوة فلذلك أقول هذا الحديث مدخلاً لهذا الحديث الشريعة كاملة عنيت بالجاري بهذا التشريع المتكامل وليس مجرد حديث مرور تشريع متكامل بل لا يدخل الجنة ومع ذلك يأتي من للتعقد أن شريعة لا تصلح أو أنها لا تناسب العصر الحاضر يقول شيخنا العلامة أختم بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نعم الشريعة صالحة لكل زمان ومكان لكنها ليست خاضعة لكل زمان ومكان وإنما هي صانعة لأحوال الأمة في كل زمان ومكان صانعة الشريعة أي توجد المجتمع المسلم لأن هناك أناس من أجل أن يحرفوا في الشريعة يقولوا الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وهذا كلام صحيح لكن كيف يفسرونه يريدون أن يخضعوها لظروف الزمان والمكان بسم تأولات تنازلات فألغيت مبادئ عظيمة وأصول عظيمة من أجل كما قالوا أن تكون صالحة لكل زمان ومكان نقول هي صالحة لكل زمان ومكان لكنها ليست خاضعة لكل زمان ومكان وإنما هي صانعة للأمة بعد ذلك نأتي لهذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائق من الطرائف العلمية يسمونها لما يقولوا العلماء نكته لا أقصدون أن نكته الآن بمعنى الضحك إنما هي مسألة علمية دقيقة هكذا اصطلاح العلماء يقولون هذا الحديث مما يلغز به يعني يكون لغزا كيف فيأتي السؤال يقول ما هو العمل الذي يعمله غيرك فيحرمك أنت من الجنة أعيد السؤال يأخذون من هذا الحديث معنى دقيق جدا يقولون ما هو العمل الذي يعمله غيرك فيحرمك بسبب عمله يحرمك أنت من دخول الجنة معروف أن الإنسان لا يحرم من دخول الجنة ولا يدخل النار إلا بسبب عمله هو قالوا هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يدخل الجنة من لا يؤذي جاره قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره الأمن صار متعلق للجار الفعل فعل الجار الفاعل من هو؟ هو الجار فإذا وجد جار لا يعمن جارا يخاف منه يتوقع مفاجأة في أي وقت يحرم الجار الثاني المخوف منه دخول الجنة طبعاً لا شك بسببه لأنه لو لأنه مؤذي أو هناك أدل على إذاءه ماك خاف الجار ولذلك الفرق تقول العلماء بينه وبين حديث أبي شريح أن حديث أبي شريح قال من كان يؤمن بالله بل يوم الأخير فليحسن إلى جاره لم يكتفي بهذا قال العلماء إنه هنا معنى أعم فيجب على الجار أن يفعل أشياء تؤمن جاره فمجرد أن يخاف الجار من جاره طبعاً لا بد أن يكون خوفاً حقيقياً وليس وهماً في فرق بين التوحم والخوف الحقيقي التوحم لا يؤخذ به الإنسان لكن نتكلم إنسان تجده يغلق بابه بشدة يضع سور بينه وبين جاره تقول لماذا؟ قال هذا الجار مؤذي كل يشتكي منه يطل من النوافذ يفعل كذا فإذا هو عمل أسباباً جعلت الجار لا يأمن بوائقه ما هي البوائق؟ البوائق أيها الأخوة كما بيّن العلماء هي الدواهي والنوازل والدواهي والهجوم على جاره بغير علم والمفاجآت سيأتي بيانها بإذن الله في ترتيب لا أطيل فيه في مسلم قدم حديث أبي هريرة هنا في مسلم في المتن في الصحيح لا يدخل جنة من لاي أمن جاره بوائقه وهنا المنذري قدم حديث أبي شريح الخزاعي ما الفرق؟ هو تصنيف لكن في مسلم يقول العلماء التخلية قبل التحلية هذا مصطلع علمي أنا لو أردت أن أضع ماءً في هذا الكأس وفيه أكرمكم الله تراب هل يسحاً آتي بالماء وأصب على التراب ثم أخذ التراب ما يمكن فلابد من التخلية ما هي التخلية؟ تفريغ الكأس أولاً من التراب وتنظيفه من التراب فإذا أصبح صالحاً للشرب وضعنا فيه الماء وهذه التحلية يهو الحلول التحلية أي حلول ليس التحلية منباب الحلاء فالتخلية أولاً التفريغ ثم التحلية أي أن يحل به شيء آخر فهم يقولون لا يمكن واحد يحسن إلى جاره وهو أصلاً لا يأمن بوائقه المرحلة الأولى أن جارك يأمن بوائقك أن تكف شرك عن جارك إذا انتهت هذه المرحلة سأتي المرحلة الثانية وهي أعلى وهي الإحسان إلى الجار بينما المنذر قدم وأخر في هذا الحديث ولذلك على كل حال كل واحد منهما فله غرض في ترتيبه ومشحة في الاصطلاح كما يقول العلماء البوائق أيها الأخوة قال ثعلب عن ابن العراب باقى إذا هجم على قوم بغير إذنهم وباقى إذا كذب وباقى إذا جاء بالشر والخسومات ويقال أصابهم بوق من المطر أي كثير من الوطر قال الليث البوق شجرة من دق الشجر شديدة الالتواع لماذا أقول هذه المعاني لها علاقة بالبائقة لأن الذي يؤذي جارة غالبا بالخيلة وبالخداع وبالكذب وبالشر فكأن الشجرة الملتوية الأغصان التي يصعب حلها وللعلماء موائق كما قال أبو عبيد قال الكسائي بوائقه غوائله وشره ويقال للداهية بوائق يأتي سؤال مرة معنا لكن أريد أن أركزه أيها الأخوة طيب لا يدخل الجنة هل معناه أنه لا يدخلها أبداً بمعنى آخر هل من لا يأمن جاره بوائق كافر لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة هو وصول أهل السنة والجماعة أن من كان مؤمناً أو مسلماً على والمعنى له دلالة فإنه يدخل الجنة ويختلف الناس في دخولهم الجنة منهم من يمر عليها كطرف العين جعلناه غيئكم من هؤلاء كالبرد ومنهم من يتأخذ كلاليب جهنم ومنهم من يبقى فيها كثير طويلاً طويلاً حتى يعذب بقدر ذنوب ثم يخرج المهم ما دام في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فإنه لا يخلد في النار وهذا من فضل الله جل وعلا أعيد القاعدة حتى أطبق الحديث من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وإسلام فإنه لا يخلد في النار لكن الآن ثورة النار سهلة لو تدفع مكيفات هذا المسجد ربما ساعات ما تحملنا خاصة في الصيف فكيف البقاء في النار والعياذ بالله النار لا يسهل هذا الأمر لكننا نتكلم عن عدل الله وفضله لا يمكن أن يكون الكافر في قلبه مثقال حبة من خردل لأن الكبر يمحق الإيمان بل إن الإنسان قد يقول كلمة يكفر بها ولو كان يصلي ويجاهد فالمنافقون الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ما رأينا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء إلا أخر كانوا في الجهاد كانوا في تبوك كانوا يسلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن فماذا يقول الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه والإنسان قد يقول كلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا لاحظوا تهوي به في النار سبعين خلف الكفر أمره عظيم ولكن نقول أهل السنة يقولون من كان في قلبي مثقال حبة خردم الإيمان فلا يخلد في النار طيب هنا إنسان يصلي ويصوم ويحج ويعمل الخيرات ومؤسلم لكن فعلا مؤذي لجيرانه مؤذي لجاره لا يأمن جاره بوائقه هل هذا يخلد في النار لا العلماء حملوا هذا الحديث على معني قالوا إن كان مستحلا لهذا الأمر أي مستحلا للإثاءة للجار عن علم لأنه عن جهل يختلف هذه من عوارض الأهلية وبالمناسبة أيها الأخوة نحن جئنا نتعلم ليس فقط في داخل الحديث لما يخصنا مشكلة بعض شبابنا هداهم الله تعجلهم في التكفير ودون النظر لعوارض الأهلية يعني قد يعمل الإنسان كفرا لكنه لا يكفر إما مكرح أو جاهل أو متأول أو مخطئ وغيرها هذه أبرز ما يذكره العلماء من عوارض الأهلية أي تمنع الحكم على الشخ فنقول إن هذا الفعل كفر لكن صاحبه لا يكفر فأقول لو أن جارا يؤذي جاره عن عمد وعن علم وتقوله قال نبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه جلبت غير صحيح هذا كلام لأن هناك ناس الآن يكفرون بالأحاديث هناك ناس ينكرون أحاديث صحيحة فهذا يعتبر مستحلا فإذا استحل فقد كفر فإذا كفر خلد في النر فهو لا يدخل الجنة النوع الثاني وهم الأعم الأغلب من المسلمين أنه لا يدخل الجنة مع أول من يدخل وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا هنا لما جاءها فتحت أبواب وفتحت أبواب هؤلاء أول الزمر نسأل الله يجعلنا بياكم والدين منهم هذا لا يدخل مع الفائزين ومع الزمر الأولى فهو يؤخر في النار ويعذب إن لم يعفر الله عنه بقدر معصيته ولذا كثير من الأحاديث التي تمر معنا في هذا الباب لا يؤمن أو لا يدخل الجنة أو غيرها مثلا إذا أبق العبد من مواليه فقد كفر بعض الناس تستعجل يقول كفر أي خرج من الإسلام لا كفر دون كفر لأن معصية هذه كبيرة من الكبائر فعند تطبيق الأحاديث يجب أن ننتبه وأن لا نستعجل شيخنا العلامة الشيخ رضي رحمان البراك أصدر قبل أيام فتوى بصحفي كتب مقالا سيئا فيه كفر وبين الشيخ أن هذا القول كفر وهو مقال سيئ وخبيث والعياذ بالله فضجت الصحافة وشنعوا عليه الشيخ عبد الرحمن وليست المرة الأولى التي يشنعون عليه وقالوا إنه يكفر الناس وإنه من المتطرفين وإنه وإنها فأخرت الشيخ بيانا يقول هذا من جهل هؤلاء الصحافيين هناك فرق بين وصف الفعل بالكفر وبين أن الفاعل كافر فهذه المقالة كفر لا شك في ذلك ولكن فاعلها ما نستعجل بتكفيره فقد يكونوا كافرا وقد يكونوا جاهلا إلى غير ذلك من عوارض الأهلية فبين أن جهل هؤلاء هو الذي يجعلهم يشنعون على العلماء فكثيرا ما يشنعون على المشايخ بهذا الجانب لجهلهم لا يفرقون بين فعل الكفر وبين أن يكون الفاعل كافرا وهناك من يريد يميع أحكام الكفر لا الشريعة فيها تكفير ولا شك وفيها حد الردة وفيها أحكام الكافر لا يبد أن نتوسط كما قلنا هناك من الشباب من يتعجل بالتكفير بل قد يعمم الكفر هناك ناس يميعون حتى لا يريدون أن يكفروا أحدا بل وصل ببعضهم في صحفنا إلى أن يقول اليهود النصارى ليس كفارا إلا المحارب منهم وهذا والعياذ بالله إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قل إن الدين عند الله الإسلام اليهود النصارى طبعا مقصود المعاصرين ليس الذي في زمن موسى أو عيسى عليه السلام ليس كفارا إلا المحارب بل أسوأ من هذا قرأت عام 1411 مقالا في شهر الحجة أو آخر القعدة في إحدى صحفنا مقالا لكاتب مشهور وصاحب ضلال قرأت له مقالا يقول فيه المسلمون يقولون نحن على الحق واليهود يقولون نحن على الحق والنصارى يقولون نحن على الحق فما ندري من هو الذي على الحق هذا الكلام كفر لا شك فيه ما تدري من هو الذي على الحق إنسان من أهل هذه البلاد وتربى على هذه البلاد ودرس في مناهج حتى تخرج كيب الإمام محمد عبدالرهاب وإمة الدعوة ولا يعرف من هو الذي على الحق هذا إنكار لما هو معلوم من الدين والضرورة فيا أخوان هنا نفهم هذه الأحاديث فالشاهدوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه إما مستحلا أي كافرا مستحلا بدون عذر فلا يدخل الجنة أبدا على إطلاق الحديث أو أن نقول مقيد وهو الأكثر أنه يعذب بقدر ذنبه العظيم إن لم يعفو الله عنه ثم أيضا هنا لا بد من عفو الجار لأن حقوق الخاصة أي الأخوة لا بد من عفو صاحبها هذه مسألة مهمة اليوم جاءتني رسالة حتى أخرتني لا أكتبكم عن التحضير يقول صاحبها هذا التخريج صحيح؟ قلت صحيح نعم ما دمتم تقرون أنكم ظلمتموهم بنفس البلاء الذي أنتم فيه الآن عقبتم به قالوا الحل قلت الحل ابحثوا عنهم بأسلوب مناسب من أجل أن يسامحوكم لأن الله أن يرفع البلاء عنكم قالوا لا نعرفهم الآن انتقلوا إلى مناطق بعيدة قلت ابحثوا عنهم إن لم تجدوهم هنا توجهوا إلى الله جل وعلا واذكروهم بخير في المجال وادعوا لهم واستغفروا لهم إلى غير ذلك لعل الله أن يرفع البلاء عنكم إن لم تستطيعوا أن تصلوا إليهم فحقوق العباد ما فيها حتى أن يوم القيامة يؤتى بالشات القرنة والعجفة كل واحدة تأخذ نصيبة لاحظوا حوش الغلم الآن تشوفوا بعض الغلم يتعدى بعضا على بعض بهائم بهائم غير مكلفة يوم القيامة يؤتى بهذه المتعدية فتأتخذ المظلومة حقها ثم يقال لا كونوا ترى بعض وهي بهائم فما بالك بالمخلوقين فلا نتساهل في حقوق المخلوقين ومنها هذا الموضوع إذا إجار إذا إجار حق حق لله وحق للجار وهنا معنى آخر كثير من الحقوق أيها الأخوة بعض الناس يتصور أنه يكفي فيها التوبة لا ذكر العلماء من شروط التوبة أنه إذا كان حقا لمخلوق لا بد من رد الحق أو استسماحه أو عفوه وإلا ما تكمل التوبة أما إذا لم يكن حقا لمخلوق إنما هو حق لله فأتوب توبة صادقة إلى الله ولعل الله أن يقبل توبته طيب أريد أوضح مرة أخرى هل يكفي إذا كان حقا لإنسان وقد حرمه الله أخذ هذا الحق أو مثل هنا إذا وقد حرمه الله هل يكفي فقط استحلال الجار لا هذا معنى يغيب عن بالنا لا بد من حقين حق لله جل وعلا لأن الله أمرك بالإحسان إلى الجار على لسان رسوله فأنت خالفت الله قبل أن تؤذي جارك الذي يؤذي جاره خالف أمر الله قبل أن يؤذي جاره فلا بد أولا أن يتوب إلى الله وأن يستق بالتوبة ثم يذهب إلى جاره يستسمحه بقيت مسألة ما دمنا دخلنا في هذا الموضوع لأنه يشمل هذه النقطة وغيرها قد يقول بعض الناس نعم أنا أذيت جاري لكن جاري ما علم أنه أنا ما علم أنه أنا فلو أخبرته لزادت القطيعة وزاد النهور وزاد الفساد ماذا أفعل؟ هنا ذكر العلماء إذا كان ذلك صحيحا أن البعض يعني يعطي مثال قد يجي إنسان مستعجل ويختم سيارة جاره فتساهل أن يخبره وحاول جاره يبحث عن من صدمه ولم يجده بعد فترة عاد هذا إلى وعيه يقول لو أخبرت جاري الآن ستكون قطيعة يقول لماذا ما أخبرتني أول الأمر فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هناك طرق كثيرة لرد الحق دون أن تخبره مباشرة منها أنك تقدر هذا الخطأ الذي وقع وتوصله له بطريقة معينة منها أن تستسمحه استسماحاً عاماً حضرته يوماً من الجلس من المجالس فأحد الإخوان يقول لي قريب له أو جار أو زميل تعال نتسامح قال لا بد الله يجعلك بالفحل قال لا ترى في شيء تدري عنه شيء ما تدري عنه جاره يتصور أن يقول هذا الكلام من باب الله وهو يقصد شيء معين قال أبداً الله يجعلك بالفحل الذي علمت والذي ما علمت قال حتى لو ما علمت كأتدريه الله يجعلك بالفحل إلى يوم القيامة مهما حدث منك فأنت بالفحل هذا كويس الحمد لله لحلت المشكلة ما قال لك ما أنتم سوئ ما سألك ماذا محلك هكذا قد لا يصلح يكون من المصلحة أن تقبلها قد يكون هذا بين الجيران بين الأقارب بين الزوج وزوجة أحياناً بين الأبناء وأبيهم يحدث أشياء من الحكمة إخفاؤها فيمكن أن تعمم طلب المسامحة وإلا فهناك حلول أخرى كما قل ذكره بالمجالس إذا كنت اغتبته مثلاً وقد لو تقول له إنني اغتبتك غضب أو ثارت مشكلة لا يقول العلماء يحسن إليه يذكره يمدحه بنفس المجالس التي اغتابه فيها يدعو له ويسأل الله أم يعفو عنه وعنه من هذه المعاني أيها الأخوة في هذا الحديث ننتقل لمعنى آخر ذكر الإمام الذهبي أن إذاء الجار لجاره من الكبائر إذاء الجار لجاره من الكبائر لأنه متوعد عليه بأمر عظيم هذا من أدلة الكبائر كما ذكر العلماء رحمهم الله أيضاً أيها الأخوة قال العلماء في هذا الحديث معنى دقيق جداً أشرت إليه لكن أخصصه قال العلماء لا يكفي أن الجار يكف عن جاره أذاء طيب ما المطلوب يحسن إليه لا هذا موضوع آخر أخذنا في الحديث الماضي قالوا لا بد أن تؤمنه فالناس على ثلاثة أحوال إنسان يحسن إلى جاره وإنسان لا يؤذي جاره ولا يحسن إليه لكن جاره غير آمن وإنسان جاره آمن لا يؤذيه ولا يؤذيه وجاره آمن قال العلماء لا يكفي أن تكف شرك عن جارك فقط بل يجب أن تؤمنه أن تشعره بالأمان وتتخذ من الوسائل ما يشعره بأنك جار حقاً وحقيقة وهذا معنى دقيق أشار إليه العلماء رحمهم الله فلذلك لنتبه لهذا المعنى وليك قال شيخنا الشيخ محمد بن ثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين أن أبي هريرة رضي الله عنه وأن أبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن لاحظ بالقسم والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من يا رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقة فذكر الشيخ معاني دقيقة للغاية رحمه الله ما هي قال ليس فقط كما يتبادر إلى البعض أنه مثلاً يؤذيه بالإزعاج أو بيرمي الكرة أو بالصوت المرتفع لا قال حتى بقراءة القرآن يقول الشيخ محمد كما في شرح رياض الصالحين نعم فقال قراءة القرآن إذا فيها إزعاج لجارك فهذا إذا وهنا أذكر حالة دائماً نعاني منها في هذا المسجد وغيره بعض الأخوة يقوم والناس يصلون مثل قائد الصلاة اليوم الجمعة تجد يرفع صوته بقراءة القرآن هناك ناس يقرأون حفظاً وهناك ناس سجد فهذا إذاء الحق هذا إذاء هجارك الآن فقد يكون الحافظ لا يستطيع أن نضبط حفظه لأن من جاره يرفع صوته وهذا معذي وهو لا يشعر جينة عبد الله جل وعلا قد بكر لصلاة الجمعة طيب ماذا يقرأ نقول إما أن يقرأ همساً أو كما ذكر العلماء في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلاً وضع العلماء قاعدة قالوا هو أن يسمع اللقظان ولا يوقظ النائم التوسط في القراءة هو أن تسمع اللقظان عن واحد جنبك يسمع أنك تنب لكن لا تزعج لاحظ حتى نضبط هل يقول حتى أنا الآن ما دم تقول يسمع اللقظان أنا أرفع صوت يسمع اللقظان قال لا ولا توقظ النائم لو كان بمكان فيه نائم ما يستيقظ بسبب قراءتك فيكون همس أو قريب من الجهر وهذا معاني دقيقة حتى ما نؤذي الناس في قراءتنا أحيانا واحد في المسجد يؤذي من حول عشرين من الصف يمين وشمال ورأيت بعين أناس يغيرون أماكنهم في الصف يكون مثلا هنا يذهب إلى طرف الصف أو للطرف الآخر أو للخلف يترك مكانه بالصف الأول تقول لماذا قال آذان هذا بقراءة ما استطعنا أن نقرأ يرفع صوته لا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا فهذا معنى الإنسان إذا كان مع زملاء له ويقوم الليل مثلا أو مع زوجته أو زوجة مع زوجها ما يرفع الصوت بحيث يوقظ الزوج يقرأ قراءة صوت يثير جدا هذا معنى دقيق وهو على حق للجار كما الجار البيت أيضا الجار الجنوب كما قال الله جل وعلا أيضا فالشيخ محمد يقول حتى قراءة القرآن في هذا الأمر ولا يجوز له أن يفعل ذلك وهذه معاني حتى قال الشيخ ترق الباب أحيانا بعض الناس يترق الباب بشكل مزعج هذا من إذاء الزاء بل حتى في جوالات الآن بعض الناس يستمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا الاستئذان ثلاثا حلا إذا ما أرد عليك الإنسان ثلاث مرات ولا تزعج فإذا أشرت الباب الجرس أو الباب ثلاث مرات ولم يرد عليك لا تزعج بعض الناس يزعج وهذا كله من إذاء جات من إذاء الصاحب والصاحب بالجنوب ومن السبيل كما بيّن الله جل وعلا هكذا قال شيخنا في أن كل هذه تدخل في إذاء جار من أنواع أيها الأخوة إذاء جار أيضا لكن قبل أن ندخل فيها معنى دقيق عقدي هل يمكن هل يقول للعلماء هل الذي يؤذي جاره وهو مسلم يقال مسلم أو يقال مؤمن ناقص الإيمان اختلف العلماء على قولين مشهورين قيل إنه مؤمن ناقص الإيمان وقيل لا إنه مسلم لأن الإيمان أعلى درجة من الإسلام وكل من العلماء له قوله المسألة الثانية هل يجتمع في الإنسان معصية وإيمان نعم قد يكون عنده معاصي ومن يسلم من هذا وعنده إيمان لقوله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ عسى الله أن يعفوا عنهم فهم مسلمون ومن مننا من لم يخلط عملا صالحا وآخر سيئ أنا سأل الله أن يعفوا عننا ويقول الله جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم معناه أنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئ وقال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فهو مؤمن من جهة أو مسلم لكن ظالم نفسه بالمعصية ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فيمكن أن يجتمع في الإنسان الحسنة والسيئة يجتمع فيه الحب والبغض أذكر كنا في مجلس في مكة فكان في أحد المغنين قالوا إنه اهتدى فأقام له أحد المشايخ في مكة وليمة سحور فقال أحد المشايخ الموجودين يا فلان نحمد الله أنمن عليك بالهداية كنا في السابق نحبك ونبغضك والآن نسأل الله أن نحبك ولا نبغضك قال وضح كيف يعني كنت أحبني وتبغضني قال نعم كنا نحبك لأن نعرف أنك مصلي ما عندك كثير من ما عند أصحاب هذا الفن من خمور ونساء يقول نعرف هذا عنك لكن أنا نبغضك لأنك مغني أغاني عاطفي وحب هذا حرام قال يمكن يجتمع الواحد يحب ويبغض نعم نحبك لما فيك من طاعة ونبغضك لما فيك من معطية فسألنا سماحة الشيخ فيما بعد سئل الشيخ ابن باز عن هذا رحمه الله قال نعم يمكن إنسان يحب ويبغض فيقول لك أسأل الله أننا نحبك ولا نبغضك يعني أنت كنت خليت عن هذا المعطية لكنه مع كل أسف انتكس مرة أخرى نسأل الله أن نرده إلى الحق ويكفر المتلمين شره الجلساء ردوه مرة أخرى إلى لهوه وعبثه والله المستعان فالشاهد أن يمكن كما في هذا الحديث اجتمع بالإنسان جانبان إيمان ومعاصي والله أعلم من أنواع بواق الجيران حتى أختصر قبل يحل الأذان كثيرة جدا لكن أشير إليها إشارات مضايقة الجار بإيقافة سيارات أمام الباب تسرب المياه بل أحيانا أسوأ من المياه أكرمكم الله الأذى يا أخوان ليس كل الناس يصبرون على جيرانهم أحد السلف كان جاره يهودي وكان يأتيه من داخل البيت أكرمكم الله كنيف يعني الحمامات سابقا ما في مجارب فقام وأغلق الغرفة وأصبحت الغرفة تجمع القذرات من كنيف هذا اليهود فيقولون له أولاده وأهله هذا يهودي قال لا هذا جار له حق نصبر عليه وأغلقه حتى ما تخرج الرائحة أغلق الغرفة بالكامل لما حضره الموت قال نادولي اليهودي قال له أنت جارنا وأريد أنا حضرني الموت وأخشى أولادي ما يصبرون عليك كما صبرت عليك فيؤذونك وأنا ما أريد أن يؤذوك وأنت جار لنا لاحظوا يهودي يا أخوان فأخذه وأراه فتح نافذة قال أنظر قال هذا يأتي من بيتي قال نعم قال وأنت ساكت طول هذه المدة قال نعم قال كيف تسكت لماذا لم تخبرني قال هكذا أمرنا الإسلام بالإحسان إلى الجار قال دينكم يأمركم بالإحسان إلى الجار حتى إلى هذا الدرج قال نعم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول فأسلم هذا اليهود لكن الناس ليسوا كلهم سوا فلذلك الإحسان إلى الجار من دفع البوائق كما قلنا يأتي إيقاف السيارات في المياه السخرية كشف الأسرار وهي من أشد العجيب أن الجاهليين كانوا يعتنون بالجار عناية عجيبة جدا اسمعوا قول بعضهم يقول أحد شعراء يخاطب جارته أنت أختي وأنت حرمة وأنت حرمة جاري وحقيق علي حفظ الجواري إن للجار أن تغيب غيبا حافظا للمغيب والأسرار ما أبالي أكان للجار ستر مسبل أم بقي بغير ستار يقول ما أنتفت وهو جاهلي فكان الجاهليون عنايتهم بالجار أمره عجيب فلذلك حفظ الأسرار وخاصة من الأخوات بعض النساء تساهل في موضوع الأسرار ونشرها ونشر أسرار الجيران ونقل ما عند الجار هذا لهذا حتى تشيع أحيانا الخلافات والفتنة منها تتبع العثرات منها التعدي على حقوقه وامتلكاته منها أيها الأخوة التهاون بتربية الأولاد نعم بعض الناس لا يعلم أولادا حقوق الجار واسمع هذه القصة الحقيقية التي وقفت عليها بنفسي يقول أحد الأشخاص سكنت في بيت في مدينة من المدن بنيته وتعبت فيه وأمنت الإنسان أن أحيانا من أعظم أماني نحصل على بيت يقول بعد أن سكنت بأيام جاءني ابني يبكي ما لك يا بني قال ابن جيراننا أخذ الدراجة سيكل قلت إن شاء الله أرجعها لك يقول ما أردت أسيء للابن الجار يقول عندما صلينا لاحظوا صلينا يعني والده يصلي بل حتى الطفل كان يصلي يقول لما صلينا سلمت عليه وقلت نحن جيرانكم قال نعرفكم والله يحييكم أهلا وسهلا يقول تعرف الأطفال ما يحصل بينهم قال خير إن شاء الله فايرين شيء يقول يا الله ابنكم أخذ دراجة ابني بالقوة أخذها يعني قال لا يكون خير يا ولد يا ولد يقول عند المسجد تعر تعر تم تبيع عليه كسبك صار كسب المسألة تم تبيع عليه كسبك يعني السرقة التي أخذها قال الولد بمية يقول فأخرج مئة ريال وأعطاها ابنه قال أعطي السيكل صاحب يقول جزاك الله خير ما قسرت يقول من بكرة ذهبت المكتب العقاري وأبعت البيت خلص ما دام الأب يربي أولاده على أن ما يأخذونه من الجيران كسب يشتري الشراء منهم والله مصيبة هذه مع كل أسف يقول والله مع أن سنوات في البناء والتعب يقول بعت البيت ورحلت وهكذا فحقيقة بعض الناس هو في خير تجد الأب في خير في صلاة لكن لا يربي أبنائه على حسن تربية الجيران وتجد المشاكل من أجل الأطفال كذلك أيضا يقول يبين الجار حين يبين عني ولم تأنس إلي كلاب جاري لماذا لم تأنس إلى كلاب الجار يقول ما تعرفني كلاب الجار أني لا أقرب من بيتها أصلا وتضعن جارتي من جنب بيتي ولم تستر بستر من جداري وتأمن أن أطالع حين آتي عليها وهي واضعة الخمار كذلك هذي آبائي قديما توارثه النجار عن النجار توارثنا حفظ الجار والستر عليه وعدم اتفاة للمرأة إذا خرجت ولذلك أيضا هناك العناية قال العلماء من أراد أن يؤجر أيضا البيت من حقوق الجار أن لا يؤجره إلا لمن يرضى به الجيران وإذا خرج من بيته وأراد أن يبيع بيته لا يبيع بيته إلا إذا رضي به الجيران بعض الناس هداه الله إذا خرج من بيت وضع عند المكتب العقاري والأعلى سعرا هو الذي يشتريه وقد يكون قاد على جيرانه جارا سيئا أعرف الله بعض الجيران أعرفهم شخصيا باعوا بيوتا برخص حتى يأتوا بجار يقبله الجيران قد يكون عردت عليهم مبالغ بالمكتب العقاري لكن لا يدرون من هذا الجار قد يحسن وقد يسير ما يدرون فجاءه من اطمعن إليه فباعه بمبلغ أقل قلاله كيف تبيع بمبلغ أقل والعرض العالي قال حتى يطمئن الجيران حتى لا أذي جيرانه سواء بيعا أو تأجيرا وهذا يتساهل فيه بعض الناس فالتقاطع بعض الجيران يتقاطعون من دون سبب الحقيقة هناك أحاديث كثيرة أذكرها باختصار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ويقول أيضا ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم عنه جاءه رجل عجيب هذا الحديث وهو حديث نعم يقول فقال يا رسول الله آذاني جاري قال أصبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله آذاني جاري قال نبي صلى الله عليه وسلم أصبر ثم جاءه مرة ثالثة قال يا رسول الله آذاني جاري قال أصبر ثلاث مرات لما جاءه مرة الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم طريق الجيران فإذا سئلت لماذا أخرجت متاقل جاري آذاني فأصبح الجيران يمرون ويلعنون الجار يلعنون هذا الجار لأنه آذى جاره طبعا الحديث خرجه بعضه أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد لا أستطيع أن أجل بصحة الحديث لكن معناه عظيم ولذلك يقول الأحاديث التي وردت منها عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة سوء الجوار نعم وعن أم سلمة مرفوعا رضي الله عنه لا قليل من أذى الجار لا قليل من أذى الجار أي أذى فهو داخل في أذى الجار المنهي عنه لا تقول والله هذا أمر بسيط هذا سهل مجرد أولاد العبون الكورة في الحوش أو عند الباب أو كذا تقول لا بل هو مرفوع ورد مرفوعا عن أم سلمة لا قليل في أذى الجار كله أذى قليل أو كثير ويدخل في هذا الحديث وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه والعياذ بالله وقد نرى شيئا من ذلك نعم وأختم بهذا عن ثوبان رضي الله تعالى عنه يقول ثوبان ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك يعني من آذى الجار حتى رحل جاره قال ما يحد يفعل هذا إلا يهلك الجار الذي تسبب بهذا الأمر وهذا حقيقة أمر عظيم جدا وعن عبد الله بن الحارث قال عرض أبو مسلم فرسا جوادا فقال لمن حضره لأي شيء يصلح هذا عرض جواد ممتاز حصان طيب قالوا للعدو يصلح للعدو يقاتل بالعدو قال لا لكن يصلح أن يركبه ويهرب من سوء الجوار بعض الجيران تحتاج فرس قوي حتى تهرب منه هكذا قال نعم رحمه الله أيضا عن سلمان الفارس رضي الله عنه قال من اقتراب الساعة أن تظهر الفتن على وجه الأرض وأن تقطع الأرحام وأن يؤذى الجار والعياذ بالله فيه فصل ولكن الوقت يمشي معنا أن هناك من فضل الكلاب على الجيران حتى قال ابن عباس كلب أمين خير من صاحب خؤون وخرج للحارس بن سعصعه كان له أصحاب الحارس بن سعصعه قصة عجيبة له أصحاب ندماء فيوم من الأيام أراد أن نخرج لمزرعته أو البر فقال لأصحابه أريد أن نخرج فخرجوا معه إلا واحد من أصحابه فجاء هذا إلى زوجته وجلس معها وأكل وشرب معها ثم اضطجع معها أي مع زوجة الحارس بن سعصعه فرآهم الكلب فعدى عليهما وقتلهما جاء الكلب وقتلهما فلما علم لذلك الحارث أنشد يقول وما زال يرعى ذمتي يخذ الكلب وما زال يرعى ذمتي ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخون فيعجبا للخل يهتك حرمتي ويعجبا للكلب كيف يصون فقال أن هناك بعض الكلاب أوفى من بعض الرجال كما قال العلماء في هذا أجانب يقولون أن أبا الأسود الدؤى لصاحب علي رضي الله تعالى هو هذا علم النحو كان بالبصرة وكان له جيران يؤذونه فقام وباع داره ورحل فقالوا له لماذا بعت دارك قال ما بعت داري ولكني بعت جواري فأصبحت مثلا قال لم أبع داري ولكنني بعت جواري تخلصت منه وبحثت عن جار آخر قالوا فأصبحت مثلا وشخص آخر أيضا باع داره فقيل له لماذا بعتها فأنشد باع بيته رخيص مرة ورحل رخص لأن جاره كان يؤذيه فقال لماذا بعت دارك فقال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعرفوا جارا هناك ينغس فقلت لهم كف الملامة فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص فكالعوام عندهم كلمات جميلة جدا يقول الجار قبل الدار نعم الجار قبل الدار قبل أن تشتري الأرض أو تبدأ بالبناء اسأل عن جيرانك هذه مسألة معينة ولذلك باع أبو الجهم العدوي داره بمائة ألف دينار فقال لهم هذا قيمة البيت فكم تشترون جوار سعيد بن العاص قالوا وهل يباع الجوار قال رد علي داري والله لا أبيعها فعلم بذلك سعيد بن العاص فأرسل له مائة ألف دينار نعم كما أنه يوجد الجار الردي فالأكثر والحمد لله خاصة في بلادنا هو الجار الطيب الخير أيضا مسائل سريعة الجار جار له ثلاثة حقوق وجار له حقا وجار له حق إذا كان جار قريب ومسلم فله ثلاثة حقوق حق الجوار والإسلام والقرابة إذا كان جارا مسلما وليس من أقاربك فله حقا حق الجوار وحق الإسلام إذا كان جارا ليس بمسلم كما ذكرت لكم قبل قليل هذا يكون إنسان طبعا في الغرب ليس في بلادنا هذا أو يبلى الإنسان بإنسان جاء وافدا من الكفار وابتلين بأمثال هؤلاء قالوا فلو حق واحد حتى هذا وإن كان كافرا لو حق واحد وهو حق الجوار المسألة الثانية من هو الجار اختلف العلماء في ذلك قيل إنه من سمع النداء فهو جار يعني جماعة المسجد بل قيل من سمع إقامة الصلاة فهو جار وقيل إذا كان الملاصق وقيل أربعون بيتا والصحيح أنه عرف أن الجوار أعراف تختلف من بلد إلى بلد ولكن يدور حول هذه المعاني التي ذكرت في هذا الجار وأخيرا أختم بما يري الجوار أيها الأخوة ليس خاصا في المعنى العام على الجوار اللي ذكرنا ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لا ينغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا قال العلماء هذه الآية جعلت أي إنسان في المدينة جار ويجب أن إخراج الجار الفاسد بهذه الآية قالوا الجار الفاسد مثل العلمانيين المنافقين كما هنا هؤلاء منافقون في قلوبهم مرض ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أين مفقوا أخذوا وقتلوا تقتيل فكم من الناس من أمثال هؤلاء لا يصلون أو من العلمانيين والمنافقين يطلق عليهم كما في سورة الأحزاب بل أيضا من الجار أيها الأخوة يقول نبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من جار من بات وجاره جائع من بات شبعان وجاره جائع أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم يقصد به الجار المقارب لكن حتى الجيران بالبلدان الآن جيراننا في البلدان بعضهم جائعون البلدان المحيطة بنا سواء المدن أو الدول فماذا وقفنا معهم الأحوال في اليمن الآن الأحوال في سوريا في عدد من البلدان وهم جيران لنا لا يجوز أن نتأخر عن إغاثتهم إلا إذا لم نستطع لأن هذا على حدود الاستطاعة فلكن إذا استطاع الإنسان لا يجوز فهؤلاء من جيرانك كما أنك تتعاهد جارك المناسق لك فكذلك الجيران في الدول الجيران في البلدان في فلسطين في العراق في الشام في اليمن في غيرها كلها لا جيران محيطون بك ولهذا لهم خقوق علينا كيف ننام من الشبع وهم يبوتون جوعا لا يجدون طعاما ولذلك علينا أيضا نتفقد بعض جيراننا المقريبين قد يكون من المتعفف الذي لا يسأل هذه من المعاني المهمة جدا أيها الأخوة أيضا من الوسائل التي تقرب الجيران هي الدوريات بين الرجال أو الدوريات بين النساء لكن مما يفسد التكلف فيها بعض الدوريات بعد أن تقوم فترة تنتهي لماذا؟ لأن وضع فيها تكلف من الذبائح أو غير ذلك هذا يحمل الناس ما لا يستطيعون وأذكر قصة طريفة لطرفتي أذكرها لكم أنا عندي قاعدة أن الإنسان إذا دعا ضيفا فعلى حسب انشراح صدره من باب قولي تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فأقول أحيانا إذا كان المضيف وهذا هو الأصل نفسه طيبة سبحان الله الإنسان يحس بلذة الطعام حتى يقول البعض ما أصل إلى بيتي إلا بحاجة لطعام هنيئا مريئا وإذا كان الضيف محرج أو المضيف قد محرج بهذا العزيم ما بسبب عادة قبلية وإلا تورق قد يصاب الإنسان بأذى أو مغص دون أن يعلم وهذا صحيح أذكر من الجيران نقول بينهم دورية يوم من الأيام في حد الحارات يقول فلما كان ضيفهم أحد الجيران من الأمس الدور عليه جاني كما نقول الدور عليه يقول لما خرج من المسجد من الغد قال أنا أحص بمعدتي متعبة يقول واحد منهم قال الثاني أنا مثلك قال الثاني أنا مثلكم قال واحدا نجيب لكم العزيم طبعا بينهم طرافة فنادى الجيران قال تعال اللبيحة التي أمس لبحت لنا من طيب نفس أو لا قال والله ما هي من طيب نفس أنتم محرجتوني لبحت لازم أذبح ولا نظرو فيما تسمح قالوا كلنا مرضى الآن قال تستاهلون صحيح وذلك يقول سبحانه وتعالى فإن طبنا لكم عن شيء لاحظوا ما قال طبنا بس باللسان لاحظ نفسا يجب أن تكون طيبة هالنفس ما يكفي اللسان فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا المفهوم إذا لم تطب نفسا من مال زوجتك كل مال ولدك كل مال جارك كل المضيب فإنه لن يكون هنيئا مريئا وقد تتبعت أشياء معينة ولا نعمم الحكم بعض الإنسان يكن عند جارة أو قريبة ثم هو في علة ولا مرض يقول نفسك غير طيبة لا نحن لا نعمم الحكم لكن أنا أردت أبين أن تكون نفس طيبة وأذكر أحد الأخوة أعرفه جيدا من طلاب العلم يقول والله أنيأتي بعض الظروف ولا أدعوهم للبيت لأنني ظروفي لا تسمح بدعوتهم ولا أريد أن يدخلوا بيتي وأنا غير مرتاح فإكراما لهم ما أدعوهم يقول قد ينالني شيء من الكلام أو من بعض الناس لا يقول إكراما لهم وحماية لنفسي ما أدعوهم أتحمل لأن الله يعلم ظروفي أفضل من أن أدعوهم وأنا قل يا ربي يقولوا لا يعتذرون ما يصلح فإذن أيها الأخوة بعض الدوريات فيها تكلف ولذلك يكون آثارها سلبية دوريات النساء كثيرا ما يكون فيها إشكالات أيها الأخوة ولذلك فأنا أقول يجب أن تضبط وأن تكون دوريات تخلم مجرد الكلام تكون دوريات فيها الأمر معروف الكلام قراءة في كتاب قراءة كلام الله جل وعلا الكلام الطيب أما تكون للغيبة أو النميمة أو نقل الأسرار من البيوت أو غير ذلك لا ينبغي وهذا يكثر في دوريات النساء أو بعض النساء هداهن الله ولا أعمم الحكم كلا بل هناك دوريات طيبة خيرا من بعض الأخوات تأمر المعروفة أنها عنهم أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ونحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أن يحفظ لنا عقيدتنا وأمننا وأن يحفظ وأن يبارك في هذا الخير الذي بين أيدينا نسأل الله أن نصلح ولاة أمور المسلمين نسأل الله أن نصلح ولاة أمورنا وأمور المسلمين وأن يولي على المسلمين خيارهم نسأل الله أن يرفع البلع عن إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وباكستان وفي اليمن وفي الصومال وغيرها في كل مكان نسأل الله أن نرفع البلاء نسأل الله أن ننصر أخواننا في سوريا ونسأل الله أن ننصر أخواننا في ليبيا وأنصرهم أيضا ينصر المجاهدين في فلسطين لأن اليهود الآن يريدون اقتحام المسجد الأقصى ونحن غافلون ومشغلون بأمور أخرى نسأل الله أن نرد كيد الكائدين في نحورهم وأن نرفع البلاء عن المستضعفين وأن يفك أسر المسلمين أينما كانوا أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فينا اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلغيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب